ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ينبغي أن يترك سواء كان ذلك الأمر للتحريم أو كان للتنزيل فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ليؤجر ثم إن الوقوع في المناهي إذا كان في العبادات مثلا فإنه في كثير من الأحيان يفسدها والعبادات هي أفضل من نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك يؤثر على المعاملات ولذلك أبواب المناهي متنوعة فمنها ما هو في أبواب التوحيد منها ما هو في أبواب العبادات منها ما هو في أبواب المعاملات ومنها ما هو في أبواب الأداب والأخلاق فينبغي أن نسعى إلى معرفة هذه المناهي لكي لا نقع فيها ونبدأ أيها الكرام المؤمنون بالحديث عن المناهي في أبواب التوحيد فالتوحيد هو أول ما يجب على العبيد وأول ما يجب على الإنسان أن يسارع إلى ضبطه وإلى عدم الوقوع في أخطاء تؤثر على كمال التوحيد فضلاً عن أنها تؤثر على التوحيد لله سبحانه جل في علاه فلا يصح بالإنسان أن يقع في أخطاء تؤثر على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية على إفراده لله بالعبودية أو في أخطاء تؤثر على تعظيمه لأمر الله واعتقاد في أن الله هو المدبر لشؤون العباد فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك لذا نتحدث عن المناهي في أبواب التوحيد ونبدأ بها ثم بعد ذلك نأخذ الأبواب المتعلقة بالمناهي تباعاً فيما يتعلق في الأداب والأخلاق ثم بقية أبواب الشريعة التي ورد فيها النهي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعله يعني زاداً لنا يوم لقاه فأول شيء في المناهي التي تخص أبواب التوحيد أن نهي عن الكفر بالله سبحانه جل في علا فأن الله سبحانه وتعالى نهان عن ذلك فقال سبحانه وتعالى في شأن هذا الأمر وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ فالله لا يرضى لعبده أن يكفر بربه سبحانه جل في علا والكفر لغة هو الستر لو كأن ذلك الإنسان الذي وقع في الكفر والعياذ بالله قد ستر على فطرته بجهله بربه سبحانه جل وعلا وبسفاهته فإذا لأن كل مولود يولد على الفطرة كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فلذلك الإنسان الذي كفر فإنه يغطي على فطرته بهذا الذي وقع فيه وهو الكفر في الاصطلاح بعد ذلك هو أن يقع الإنسان في أن يجحد الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو يقع في نواقد من نواقد الإسلام فهذا الكفر الأكبر كأن يقع في التكذيب لله وفي التكذيب للرسول الله صلى الله عليه وسلم يجحد معلوما من الدين بالضرورة فهذه الأمور تؤثر على الإنسان بذلك وتجعله يقع في الكفر والعياذ بالله فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يعلم خطورة هذا الأمر لكن ينبغي أن نعلم أن الكفر على نوعين وأن النصوص التي ورد فيها كلمة الكفر أحياناً يقصد بها الكفر المخرج من الملة وأحياناً يقصد بها الكفر الأصغر وهو كفر دون كفر وينبغي الإنسان أن يراعي ذلك لأن هذه المسألة ظلت فيها أفهام وظل فيها أقوام وابتعدوا بها عن الجدة فلذلك ينبغي الإنسان أن يعلم أن هناك كفر أكبر وهو الذي تحدثنا عنه منذ قليل وكذلك في نفس الوقت هناك كفر أصغر وهو هذا الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة إنما هو كفر دون كفر لذلك بوّب الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله بقوله في كتاب الإيمان من صحيحه باب كفران العشير وكفر دون كفر أراد عليه رحمة الله بهذا التبويب أن يبين أن الكفر على أنواع وأن الكفر ليس على درجة واحدة وأن هناك كفر لا يخرج من الملة فمثلا هناك قد يطلق كلمة الكفر في الشرع على كفران العشير وعلى كفر الإحسان وعلى كفر النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى أو كفر نعمة إحسان الأشخاص فهذا أيضا من معاني الكفر الواردة في الشريعة الإسلامية ولذلك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياح على الميت هذا المقصود أنه من خصال الكفر وليس المقصود كفر مخرج من الملة أي أن ذلك من خصال الكفر وكذلك قال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأزبت الأخوة للطائفتين فتبين من هنا أنه قد يقع اقتتال بين طائفتين من المسلمين دون أن يقع في الكفر ومن هنا يتبين أن الكفر على مراحل ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ينبغي أن يفهم في ظل هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسبت الإيمان للطائفتين فلذلك قتاله كفر معنى أنه من خصال الكفر وأن من خصال الكفر أن يقع الإنسان في مثل ذلك كذلك يطلق الكفر على كفر النعمة وكفر الإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت النار أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان فهنا أتت لفظة الكفر لكن المراد بها كفر النعمة وكفر الإحسان فيكفرن العشير أي تكفر الزوج لأن الزوج عاشر الزوجة والمرأة عاشره ومنه قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وكذلك يطلق الكفر على كفر النعمة لقوله في الحديث ويكفرن الإحسان ولذلك كفر الإحسان أيها الكرام أمر في غاية الخطورة أن يقع الإنسان في كفر الإحسان سواء كان لأشخاص أو كفر نعم الله سبحانه جل في علاء هذا أيضا يؤثر على الإنسان في دينه فالله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فينبغي الإنسان أن يحرص على عدم كفر النعمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالمسلم من طباعه ومن خصاله أنه يحرص على أن يشكر الناس وأن يجازي بالإحسان إحسانا كذلك أيضا الإنسان ينبغي عليه أن لا يقحد نعم الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على عباده بما لا يعد ولا يحصى صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمه سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى فينبغي على الإنسان أن يحرص على شكر نعمة الخالق سبحانه وتعالى وأن لا يتجرأ على جحود هذه النعم فمن شكر نعمة الله عز وجل أن يسير الإنسان على طاعة الله وأن يبتعد الإنسان عن معصية الله عز وجل فالشكر يكون باللسان ويكون بالعمل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فالشكر لا يكون باللسان وفقط إنما يكون باللسان ويكون بالعمل بطاعة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في كتابه الكريم ليبين لنا خطورة عدم شكره سبحانه وتعالى في قصة قوم سبأ فقال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ففي هذه الآيات حذرنا الله سبحانه وتعالى من خطورة عدم شكره سبحانه وتعالى أو جحود نعم الله عز وجل فقال لقد كان لسبأ أي لقوم سبأ في مسكنهم آية معجزة من الله سبحانه وتعالى تتمثل هذه المعجزة في جنتان عن يمين وشمال طعام كوفير في كل وقت من أوقات السنة بفضل الله سبحانه وتعالى عطاء كبير من الله سبحانه وتعالى جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له هذا ما يطلبه الله سبحانه وتعالى من عبيده أن تشكر الله عز وجل على نعمه وأن لا نجحد نعم الله سبحانه جل في علا كلوا من رزق ربكم تمتعوا بنعم الله ارفلوا في نعم الله سبحانه جل في علا وإذا بكم اشكروا هذه النعم اعترف بنعمة الله عز وجل واشكر نعمة الله عليك تجد الخير الكثير من الله عز وجل وتدوم النعم بفضل الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فالإنسان الذي يريد زيادة النعم وسبات النعم عليه عليه أن يشكر نعم الله سبحانه جل في علا وأن يبتعد عن جحود نعم الله عز وجل الذي حدث مع قوم سبأ أنهم أعرضوا عن شكر نعمة الله والعياذ بالله فأعرضوا فأعرضوا أعرضوا عن ماذا أعرضوا عن شكر نعمة الله عز وجل فكان العقاب من الله سبحانه جل في علا العقاب بزوال النعمة بسبب عدم الشكر فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل أي بدلوا بالجنات بالجنتين التي فيهما ألوان من الطعام والخيرات بجنتين ذواتي أكل خمط طعام مر لا يؤكل ولا ينتفع به الإنسان وأثل شقر يسمي الحبوب صغيرة لا تؤكل وشيء من سدر قليل فإذا بهم بدلت بهم الخيرات وبدلت عليهم النعم والعياذ بالله بسبب ماذا بسبب أنهم جحدوا نعم الله سبحانه جل في علا وابتعدوا عن شكر نعمة الله عز وجل فاعقبوا بذلك والعياذ بالله فلذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور يعني هل تقع المجازاء إلا على الكفور فمن هنا يتبين أن المعاملة تكون على حسب حال الإنسان فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يعمل الخير فالجزاء دائما يكون من جنس العمل الجزاء دائما يكون من جنس العمل فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في مثل هذا إذا ليس هذا وفقط الذي وقع في قوم سبأ لأن هذا الأمر خطير مسألة عدم شكر نعم الله سبحانه جل في علا إنما الذي وقع فيه أيضا هو أكثر من ذلك أنهم تمنوا زوال النعمة بدل من أن يشكروا النعمة التي عطاهم الله إياها وحباهم الله سبحانه وتعالى بها فإذا بهم تحولوا إلى أنهم بعد ذلك تمنوا زوال النعمة والعياذ بالله فكما قال سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أي القرى التي يستقلبون منها الخيرات ويأخذون منها الخيرات وهي قرى الشام قرى ظاهرة أي محطات للسير يستريحون فيها من عناء الصفر خيل الإنسان لما تكون عنده في أثناء الصفر طريق آمن الطريق في محطات كثيرة للسير فإذا به يحصل على أمن الطريق فإذا به يطمئن وإذا به لا يتعرض إلى قطع الطريق فيستطيع أن يسافر في أي وقت ويستزل بالخيرات فماذا كان منهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا هل من المعقول أن يصل الحال بالإنسان بدأ من أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن يصل به الحال إلى أن يجحد النعمة ثم بعد ذلك يتمنى زوال النعمة من عليه لماذا يكون الأمر كذلك لكي لا يستطيع أن يسافر إلا أولو القوة وأولو البطش فإذا بهم تكون لهم سطوة على قومهم فيستقلبهم فقط للخيرات ليحموا أنفسهم لما فعلوا ذلك هذا التمني ظلم للنفس لأن الله إذا حباك بنعمة ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها فإذا بهم ظلموا أنفسهم بذلك وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أصبح مثلا سائرا يقال تفرقت بهم أياد سبأ بسبب أنهم وقعوا في هذا الخطأ العظيم وأنهم جحدوا نعم الله ثم تمنوا زوالها فمن هنا يتبين أيها الكرام أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من كفران النعمة فالكفر المنهي عنه ابتداء هو الكفر المخرج من ملة الإسلام وكذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يحذر من كفر النعمة ومن إذا به يقع في أي لون من ألوان الكفر فإذا به بذلك يقع في الخطأ العظيم وفي الخلل الجسيم الذي يؤثر عليه وعلى دينه فينبغي علينا أن نحذر من ذلك كذلك أيضا من المناهي الواردة في أبواب التوحيد الشرك بالله سبحانه وتعالى النهي عن الشرك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به العلماء يقولون أن يشرك مصدر مؤول يعني معناها لا يغفر شركا به فينبغي على الإنسان أن يحذر الشرك بجميع أنواعه وبجميع تفاصيله فإن الإنسان الذي يقع في مثل هذه الأمور إذا به يعرض نفسه إن مات بغير توبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى إلى العذاب المهين بين يدي الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا ما سوى الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا في حق من مات بغير توبة في حق الإنسان إذا مات بغير توبة من الإنسان إذا تاب قبل مماته فالله يتوب على من تاب الإنسان إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان إذا تاب فالله يتوب على من تاب فمن تعرض للشرك ولم يتب منه فإنه بذلك يعرض نفسه للخسران المبين والعياذ بالله أحبتي في الله للحديث عن مناهي الشرعية في أبواب التوحيد بقية ونكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر ولنا تتم مع المناهي الشرعية في أبواب التوحيد أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجنبنا الخطأ والزلل وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك